الحاجة التانية زي ما النادي الاهلي بيعمل داخليا وبنشوف النهاردة تواجد النادي الاهلي في الاحتفال السنوي للدفاع الجوي برضو النهاردة كان في استقبال مهم للكابت المحمود الخطيب لرئيس نادي وفاق سطيف الاستاذ عبد الحكيم سرار النهاردة كان في زيارة مهمة لنادي الاهلي والزيارة ابتدت من تواجد النادي الاهلي في الجزائر لما كنا بنلاقى وفاق سطيف في الجزائر وكان الوفد أو بعثة النادي الأهلي زارت الاتحاد الجزائري وزارت هناك مقام الشهيد بنشوف تبدل العلاقات وده دور النادي الأهلي مش في مصر بس في أفريقيا النهاردة الأستاذ عبد الحكيم سرار استقبل من الكابت محمود الخطيب استقبال رائع تفقد النهاردة منشآت النادي الأهلي تفقد غرفة الملابس ومكان الاستشفاء بتاع اللاعبين ملعب مختار التيتش صالة عبدالله الفيصل كان متفقد النادي الأهلي وكل منشآت النادي الأهلي الراجل أشاد باللي شافه النهاردة أشاد باللي شافه النهاردة من البنية التحتية ومن غرف الملابس غرف اللاعبين ملعب مختار التيتش كل المنشآت في النادي الأهلي وده شيء جيد لما النهاردة يتم تبادل علاقات ما بيننا وبين أشقائنا في الجزائر وده دور النادي الأهلي مش في مصر بس زي ما قول لحضراتكو لا ده في أفريقيا شفنا قبل كده استبال النادي الأهلي لأشقائنا في السودان في جنوب أفريقيا في كل الدول اللي بيتم زيارتها للنادي الأهلي وتبادل علاقات وده دور مهم جدا بيعكس العلاقات الطيبة اللي بتجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية منها على وجه الخصوص وهنا طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني فيه استقبال الأستاذ عبد الحكيم سرار ترجمة نانسي قنقر